يسأل يقول بالنسبة للصبغ يسأل عن الصبغ وحكمه يقول يعني أنا أريد أن أضحي يقول يعني سمعت أقوال كثيرة في مسألة الصبغ أخوي شعبان بارك الله فيك و رضي الله عنك أولا بالنسبة لصبغ الرجل شعره أو تغيير الشيء بسنة فقد صح عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال غيروا هذا الشيء لما جاء والد أبي بكر و كان شعره أبيضا قال غيروا هذا الشيء وجاء في لفظ وجنبوه السواد و هذه اللفظة محل كلام عند أهل العلم من جهة ثبوتها أو لا و لذلك عليه اختلف العلماء هل يجوز الرجل أن يصبغ بالسواد أم لا على قولين من أهل العلم من قال يجوز مطلقا و من أهل العلم من قال يكره و بعضهم حمل الكراهة على التحريم و بعضهم حمل الكراهة على التنزيه قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد ليقولون بأنه جائز قالوا هذه اللفظة غير محفوظة و قال هؤلاء قالوا بأنه قال سيكون أقواما من أمتي يصبغون بالسواد كحواصل الحمام أو الطير لا يدخلون الجنة فقالوا هذا الدليل على أنه لا يدخلون الجنة فرد عليهم أنا لا أناقش هذا ليش لأنه يوجد كلام في هذا المسأ قالوا هذا إخبار من النبي لا يفيد الحكم أخبر مثل بقوة الله سلم يتطاولون في البنيان هذا ليس معناه تحريم التطاول تحريم الأبراج أو كذا لا و إنما هذا إخبار مثل هذا قال سيكون من صفاتهم يصبغون لكن ليس للصبغ دخل لكونهم ظلمة يعني لا يدخلون الجنة لأنهم يظلمون الناس هذا المعنى و لذلك خير فاضل الاحتياط أن الإنسان يجتني بالسواد و عليه بمثلا الكتم الكتم صبغ قريب من السواد يعني ما يعني يمكن أن يقال بأنه غير سواد إلا إذا دقق الشخص و اقترب منه و لذلك العلماء يرخصون في الكتم يرخصون في البني يرخصون في الأصفر التصفير الذي لا يكون فيه يكون فاقع اللون فيجوز أخي الفاضل أنك تصبغ بالبني تصبغ بالكحلي تصبغ بالكتم جائز أنت سأل أنت أخوي شعبان ذكرت لفظة الأضحية الأضحية ما لا علاقة بالصبغ ولا الصبغ لا علاقة بالأضحية فكون الشخص يصبغ شعر راسه و شعر لحيته و شاربه ما لا علاقة يعني هي المسألة مسألة أخذ الشعر اللي ذكرت جوابه قبل قليل الأخذ من الشعر لمن عنده أضحية فقط أما اللي ما عنده أضحية ما فيه شيء فالصبغ ما لا علاقة الآن حتى لو شخص مثلا الآن عنده أضحية وتوقف عن مثلا قص الشعر و حب أنه يغير يصبغ لحيته و شاربه و شعر راسه ما فيه شيء ما لا علاقة بارك الله فيك و رضي الله عنك